محطة الدور 2 خدمتي الكهرباء والماء إننا ماضون معا في طريق التطوير في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والصناعية من أجل رقي وطننا العزيز ومواطنيه هذا ما أكد عليه جلالة الملك المفدى لدى رعايته الكريمة افتتاح وتجشين شركة محطة الدور للطاقة والمياه 1 في إبريل عام 2012 الأمر الذي يعكس اهتمام جلالته بالمشروعات التنموية في المملكة وبكل ما يتعلق بأهمية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها توفير خدمتي الكهرباء والماء وبفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى شهد هذا القطاع الهام الذي يشكل عصب الحياة نقلة نوعية كبيرة تواكب متطلبات الحاضر الزاهر والمستقبل المضيء والمرحلة المقبلة من مراحل العمل الوطني ويعتبر التطور الذي حققه قطاع الكهرباء والماء والذي يحظى بدعم ورعاية من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انعكاسا لمدى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم وتطور في جميع المجالات التنموية والحضارية والتي تمخذ عنها افتتاح وتدشين شركة محطة الدور للطاقة والمياه ليأتي اليوم مشروع محطة الدور أثنان ليكون امتدادا لمشروع محطة الدور واحد ولطالما أكد جلالة الملك المفدى حرص البحرين الدائم على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالكوادر والكفاءات البحرينية بما يخدم ويعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة وتشييد الصروح التنموية والحضارية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المتطورة لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة لمزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر